السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. تمنى تكونوا بخير على خير وبسحة جيدة ان شاء الله. حابتنا نتكلم على لعب دولي جزائري راشيد غزال. وهذه لعب في النادي بشيكتاس بطولة تركية. بكل صراحة هذا اللعب يعني نقدرنا نلاحظه بلكين التفاعل ضعيف شوية في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في وسائل الاعلام. يعني هذا اللعب نقدر نقوله منسي. ما يتكلموش عليه كثيرا. الرغم انه لاعب متميز بصراحة ان هذا اللعب عنده مستوى لا بأس به. وخاصة هذا الموسم مع نادي بشيكتاس التركي. او يدير في موسم كبير عم حاليا في المرتبة الاولى البطولة التركية. واذا وصلوا في هذا المستوى اعتقد انه سيكون متواجهين بالدور التركي من هذا الموسم الفين وعشرين واحد وعشرين يعني راشيد غازال اه اه 28 سانة يلعب اه كواسط هجومي في الميحور او احيانا على اليمين. حاليا مع بشيك تاصر او بزاف على اليمين. هذا اللاعب متألق حاليا في البطولة التركية راهو صانع سبعتاشن هادف. وهذا رقما امتاز جدا. يعني في الوقت الحالي هذا في مايه الفين واحد وعشرين راشيد غزال راهو من احسن اللاعبين الذين صنعوا اهداف بسبعتاشن هادف مصنوع من طرفه. راهو هو منافس مع طوماس مولير لعب باير ميونيك في المركز الاول في افضل ساعة اللاعب. يعني راشيد غزال عندو نقاط القوة معروفة. عندو كورات بيينية كورات عرضية عندو التدخل عندو التمريرات عندو تمريرات مفتاحية. يعني يلاوخ كثيرا يتحصل بزاف على ضربات ثابتة. يتمييز ايضا راشيد ازال بالتسديدات الطويلة. نلاحظوه باللي ما يترتج غجيه فرصة للتسديد من بعيد يسدد. عندو تانيك يستحوذ على الكورة. يعني يغطي مليح الكورات بالمهارات الفردية. يعني يقدر يشد الكورة. اما بالنسبة لنقاط الضعف يعني شوية مخصوص في انهاء في نيسيو. ما يسدش الكافر من الهدف يعني يخلق بزاف الفرص ولكن ما يسدش بزاف الهدف. ومقطة الضعف اخرى الانضباط. احيانا يعني نلقاها باللي مر على العديد من الفرق واحيان يعني يكون عندو شوية انضباط من يزعج من ذاك. يوقع له شوية مشاكل مع المدقبين لانه عندو شخصية قوية يعني ويتكلم. ومن ذاك عندو احتجاجات الى اخرى يعني انضباط شوية هذا يقدر يكون نقطة ضعف. بالنسبة لي راشد غازال. يعني راشد غازال حاليا هو معارن مع نادي التركي بيشيكتاس الذي انضم اليه في اخر ساعة في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي. كان قادم من ليستر سيتي. هو الفريق الاصلي راشد غازال. الا ان مع هذا المستوى الكبير الذي يقدمه راشد غازال في بيشيكتاس جعل نادي بيشيكتاس تركي يفكر في شراء عقده من النادي انجليزي في نهاية هذا الموسم. يعني هذا العامل نشوفه في الموسم هذا راشد غازال مع بيشيكتاس سيواصل للتقلق. مسجلا حاليا ستة اهداف جميلة جدا. ويعني كان قادر يسجل اكثر لو لو عنده شوية نقص تركيز ماشينهي. يعني نشوفه بليسدد كثير يخلق وزف العديد من الفرص ولكن نسبة الاهداف قليلة مقارنت مع لقاطات الوجومية اللي يديرها. ولكن مقابل ذلك هذا اللاعب راشد غازال صنع 17 هدف في مسابقة في الدور التركي. ويعني هذا هذا جيد. هذا مستوى كبير. نقدمه راشد غازال. ولعب ايضا من راشد غازال في الدور الإيطالي في الكارشو. كان في فيورنطينا. يعني في 2019. يعني في فيورنطينا كانوا حابين يشريوا العقدة تاهم عن اللايسر سيتي. كان معاربا عن اللايسر سيتي. ولكن كان فيه سوء تفاهم ما بين إدارة اللايسر سيتي الذي طالبت أموال كثيرة. وفيورنطينا يعني ما ما كانت عندها هذه القدرة الشيرائية وهذاك المبلغ المطلوب من طرف إدارة اللايسر سيتي لهذا لما وصراحة ممكن نقدم آداء النراع في فيورنطينا. وحنا الثاني كشفناها راشد غازال مع المنتخب الوطني الجزائري آخر مباراة للعبها معنا. لاني شفناه وجه جديد لراشد غازال البستوى ممتاز. لاعب متألق مهارات فنية وفردية ممتازة. يعني شوفوا بلي هاد اللاعب عنده مكانيات كبيرة 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 يقدر يلعب في نادي يعني أكبر من بيشيكتاس. ربما بيشيكتاس سوف تشتري العقد يعني واحد ثبانين ولا تسعين بالمئة. ما حين يشلوا العقد التاعو. ولكن بكل صراحة نتمنى نشوف راشد غازال في نادي اخر اوروبي في احدى بطولات الاوروبية الكبيرة. دور الاسباني الدور الانجليزي برميرليك. هو يعود يولي الكالشور ايطاليا يعني هو شخصيا يحب البطولة الايطالية. يلعب فيها يعني كان جده راضي في فيورنتينا. هو شخصيا بصراحة وقالب لبطولة ايطالية والمني. ولكن رأيه شخصيا صراحة نقدر نشوف هنا راشد غزال نادي لي والمو يعني يجو كان. هو اتليتيكو مادريد مع سيميوني. انا كنشوفو تألق راشد غزال وطريقة اللعبة بتاعه. هو خفيف اه سريع. عنده تمريرات اه مفتاحية رائعة. مهارة فردية فوق مستوى عالي. يعني لليغة تقدر تكون الوجهة المناسبة لراشد غزال. ان شاء الله يدي بطولة مع بشكتاص فريقه التركي. ربما في الميركاتو. مع هذه الارقام التي يقدمها يعني 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 احيبان في المستوى الاوروبي. ربما سيجل بانتباه نوادي التي تهتم بجلب لعبين في مستوى ذات راشد غزال. يعني هو عنده تانيك قدراته عنده في البروفايل او يقدر يلعب اه في وسط الهجوم يمينا او يسارا او في المحور. يعني تشوف ادي يقدر تستعمل راشد غزال اه في عدة مراكز وهذا شيء اه مهم في المستوى العالي يكون عندك لاعب اه يقدر يلعب في اي مركز يكون رياحية. احنا نتمنى وراشد غزال ان شاء الله مشوار قوي طويل. وان شاء الله نتمنى واشوفوه في نادي كبير. انه يستهل هاد اللاعب صراحة لما قلنا ما فهمتش علاش الاعلام ما يتكلبش عليه بزاف. والله غريس هال هاد هاد اللاعب. هذي اه نحن نفتخره به. نفتخره به لانه كان يحب اه منتخب الوطني الجزائري منذ صغر سينه. منذ ان كان اخوه عبدالقادر غزال كان يلعب مع المنتخب الجزائري. وداره المقابلة التاريخية في امضرمان والسودان. يعني نقدر نشوفوه بعض الفيديوهات هو صغير في مدينة ليون الفرنسية. يحتفل هو فرحان ويرتدي قاميس منتخب الوطني الجزائري. يعني تشوف باللي يحب من قلبه اه جزائر والمنتخب الوطني الجزائري. وهذا يعني فخر لنا. نشكركم على الاستماع ازائي المستعينين. نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبركاته. 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 اشتركوا في القناة